النجم بحيث أول من قبلت في النجم على ما نتذكر هو سيلهادي مليكة سيلهادي مليكة هو اللي قبلني قبلني في نادي صغير كان في لسق الصور في باب بحر كانت صالت أفراح نادي صغير بالكل قبلني سيلهادي مليكة باش عدالي فحص طبي هو سيلهادي كان ممر بل منصحها الإجازة متاعي وشوف لي قلبي بحيث خذي البورس ومتاعي دقات حسبهم بعد قلي نجز عاود حسبهم بعد قلي رتاح وحسبهم بعد في قولة ثلاثين وقال بوم بول السيربيس كنت من أنصار النجم وروح في سبا وخمسين وقعت انتبع في النجم وازدي قايف النجم ونتفرج على النجم إلى خيره ثم سيلهادي مليكة للتاريخ عشرين سنة من بعد وليت أنا وياه في هيئة النجم هو كاتب عام وأنا رئيس الجمعية وعلي دريس اللي لعبت معه في بعض السنوات كيف رواحت من فرنسا ألقيته هو رئيس الجمعية وهو اللي سلمت منه الجمعية بعد ما تحلتها شيء آخر طويل يكون نصل فيما بعد يظر لي في تاريخ النجم ما يلزمش الاقتصار فقط على اللي كانت عندهم مهمة في النجم الرياضي الساحلي إما في الهيئة المديرة والاملعبية ولا غيره فما جماعة لعمرهم ما تحملوا مسئولية رسمية في النجم واخصوا بالذكر منهم سيم حمد دريس اللي متثاني في حب النجم واللي ينتقل مع النجم حيث ذهب النجم بش يخوذ مباريات كان للهدي مليكة وعبد الحميد اليمام وحسون الدنجزلي دور هام في مسيرة النجم الساحلي وتأطير لاعبه لم تخلو مسيرة النجم من بعض المحطات الحريجة ففي خمسة مارس من سنة 1961 دارت مباراة تقليدية حماسية بين النجم الساحلي والتراج الرياضي التونسي في نطاق الدور الربع النهائي لتصفيات كأس تونس بمدينة سوسة خمسة مارس 1961 في تاريخ داية 1961 وقعت مباراة في الربع النهائي للكأس بين كذلك النجم معناه إذن تاريخ النجم وترجي حافل بين النجم والترجي وعينة وفي سوسة المباراة بشتاقها وعينة للتحكيم محكم اسمه مصطفى بالأخواص مصطفى بالأخواص كان معروف انحيازه للترجي وكان طريقته في التحكيم من الناس اللي يعرفوا كيف يشيحكمه مثلا يزفر لك يعطيك لك انت عشرين مخالفة في وسط الميدان ويعطي للمنافسة ثنين ولا ثلاثة في الـ 18 متر مثلا هيئة النجم الرياضي الساحلي طلبت باش يعاوذوه يبدلوه معناه الجامعة متع كور القدم شدت فيه صحيح قالت له هو الحكم كان هو بش يحكم في مقابلة قبل الربع النهائي متع الكاس لما ظهر وان ترجي بش تلعب مع النجم في سوسة في الربع النهائي تبدل هو لان كانت التقاليد ما يحكمش الحكم مقابلتين متتالية لنفس الفريق تبدل بش حطوه للكاس النتيجة شنية النتيجة الراي العام هذه النقطة الهامة الراي العام كأنه فهم ونبشاقة فيها تلاع الناس قالوا هذا الجامعة عندها نية مبيتة معنا تحب بالاخواص بيش ربما يتخسر النجم ولما الراي العام حفهم هذا نقول وان الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي برئاسة المرحوم علي دريس تحملت مسؤوليتها كاملة لما طالبت بتعويض ما طالبتوش من اجل النتيجة فنية يحايل ولا ما يحايلش هذه العبارة المستعملة يحايل وانما كيف شافت الراي العام قالت وانه ثم ظروف خاصة ربما استثنائية مريبة مريبة ربما بيش تكون حوايث اللي نرى العام شم وانه ثم بعض حاجة والجامعة محبش تستجيب ولا الادارة متاع الرياضة انذاك الترجي سجلت زوزة هداف منذ بداية المباراة وزوزة هداف معناها في طريقهم ما فماش حيلة وقد انتهت بانتصار الترجي الرياضي بهدفين مقابل سفر وتجاوز الحماس والتشنج حدهما في صفوف جمهور النجم على وجه الخصوص وكان مشككا في مصداقية حكم المباراة مصفى بلخواص فحصل المكروه وحضر الشغب والعنف وغابت عقول الذين زهدهم الاندفاع والانفعال في التعقل والانضباط النجم مكانش في يومه بالحكم هكا وغير الحكم هذكاية مكانش نجم يربح وقلوها بكل صدر وانما غليان في الرأي العاب اللي كان متهيه باش تقع بعض الاضطرابات معناها شوية حجر منهبش قلل من اهمية المسألة الرياضة ماش حجر صار شوية شغب مش برش شغب انت تتصور في وقته ما كانوش حتى برش سيارات ومن ضمنك سيارات هذكية كانت حافلة متاع سوح الجامعة اتخذت القرار متاحها قرار فني طبقا لقوانين الرياضة والكورة ولكن ثم شكون الداخل فيها قرار ادارة الشباب والرياضة وقتها توقيف كورة القدم في سوسة لأجل غير محدد من جملة نثبت ان المباراة اللي بعد هذه بعد اللي اتحدثنا عنها كانت بين النجم والملعب السوسي فافطر الفريقان باش يمشيوا يجري والمباراة في حمام لمف يمشيوا في نفس الحافلة لعبوا في حمام لمف في حمام السوسة كنا سوسة معاتش عن ما عاتش فيها مباراة كورة القدم وبجملة المباراة انتهت بالتعادل بين قوسين ايذن نسخابوا احنا العقوبة وقفت عند هذا الحد وانتهت الاحداث الاليمة بحل جمعية النجم الرياضي الساحلي في عشرين مارس الف وتسعمية وستين وانا كنت في تونس موجود ونسمى في الاخبار لذلك رئيس الجمهورية فصخ نجم الساحلي اعلام سوسة والساحل وحتى توريس النجم الرياضي الساحلي اللي ما يجسرش الانسان باش يخمن في حلانه وكانت المكيدة وتقدمت الامور بطريقة معينة لرئيس الدولة آنذاك وكبروا هالو والسياحة وحنا باش تنطلق السياحة إلى آخره فكان قراره قرار سياسي انا واحد من الناس فهمت وقتي حب يعطي ضربة باش بتقعش الاضطرابات ومن حق رئيس الدولة باش يتحمل المسؤولية هذه اما تمشكون عمل مكيدة للنجم الرياضي الساحلي اشتركوا في القناة فاستدعى هيئة النجم الرياضي الساحلي للمستير وما عجبوش اعضاء للهيئة خطر ما كانوش محامين ولا طباء ولا سادة من نوع هذا كانوا تجار ولكن كانوا يتفاناوا في خدمة النجم وكانوا بطبيعة يقدموا المال من اجيابهم باش يعاونوا النجم الاخره سدعاهم بورجيبا وباش يقولوا لهم راني حليت النجم وممشاهوا باش يقولوا باش نستعذر وكذا هو اولا نقبلهم بالكرتوش قرر منع اعضاء اللجنة المسيرة للنجم من اي ناشاط وثم قرر حل النجم الرياضي الساحلي معناه اذن كانت ضربة قاسية بطبيعة على الساحل الكل وعلى ربما على بعض الاحباب في تونس الكل شو يقولك نجم الرياضي الساحلي منحل معناه كان كان يبوره اللوم كل توفاه ومعناه ناس تعيش كان متتنفس كانت نجم الرياضي الساحلي تصاورت نحات العباد تمكي معناه يوم مشؤوم الانسان ميجان مش يوصفها حتى امام بالكاميرا ميجان مش يوصف الواحد الصغير اللي يرمزه هو النجم واللي ميجان مش يوصفها وقودتك في البداية رموزنا لاي ريال مادريد ولاي بارسلون ورموزنا رمزنا هو النجم الساحلي يعني عاشنا فترة قليمة جدا 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 والشي اللي يقولوه هنا وانه ثم جمعية مش بارشة جمعية جمعية قالوا في الجلسة العامة متاحها ان شاء الله المستقبل زهر من لعبية لتوال وان لو احرار مش ناخذه وثم شكون اللي هبطوا من تونس باش ياخذوا من جمعية الولاد لتوال اللي كانوا من لعبية شبان وممتازين وبعد جات الفترة اللي النوادي الكل الكبيرة تجي ورانا ويجي ورايا لانا اذا نمضي مع الملعب مع نادي الفريقي ومع الاتحاد التونس اللي هي اليسليم تاقبل او المناصير اكيد مش يتبعوني جيل اللي هم جيل ممتاز من بعد اولاد احباشة الاثنين وبن عمر والمحفوظ والقنابة واللامين هذو كلهم لعبهم مع المنتخب اكيد اللي مش يتبعوني سيد احمد ردودو كان رئيس بلدية وضع البلدية على ضمة النجم الرياضي الساحلي باش تستعملوا كنادي باش تلم الشمل وفعلا عقدنا اجتماع في البلدية بكل اللاعبين وبأنصار الجمعية ومش الكل بعض من الأنصار من الجمعية ساعلي دريس وصير رزي العبدين زادة وانا وبرشة ناس خمامنا لازم كيفاش قولوا والحل لازم لتوالد اقعد في سوسة واستقر الرأي وان كل اللاعبين باش يقعدوا في سوسة واللاعبين احنا عينناهم شكون ماشي للملعب السوسي شكون ماشي للوطني السوسي معناها باش نخليهم جمعية قوية الملعب السوسي في سوسة والوطني السوسي باش ندعموه باش يطلع للقسم الاول باش يقعدوا دايما نزوز جمعيات في انتظار الشي اللي باش تصير بالنسبة للمجمه رياضي الساحلي واتفاقنا على زوز لاعبين باش مشاهول على اللاعب واحد الحبيب موكو سمحنا له باش يمشي للمهدي رغم اللي كانت مثلا المستير على طريق سعلى اللعويتي سمحمد لمزالي النادي الافريقي عدت نوادي كانت تعطينا المستحيل وفي وقت اللي ما فماش احتراف وتصور ولكن قدموا لي في البلدية المشروع قالوا لي مش نكسبوا ريهان انت لولاني مش تمضي مع الملعب السوسي ويتبعوك الولاد وبعد عام في نهاية كاس تونس لابد من رئيس لحبيب بورجيبة يجدكم أمامه في النهاية يعني عجبني كالريهان وسلمت في الدنيا الكل ونخص بالذكر طهر مزوز ماتزينه والد الكورنيش كان زعيمهم ما نساهلوش اللعبين الكلي كايش ترجلو يدون شك ولكن هو اللي كان يلم الشمب بالخصوص ملد الكورنيش وهو اللي اثر فيهم وهو اللي يجيبهم وهو اللي كنت عامل عليه بشيربو تصيره من الجمش أنا نتصل بكل اللعبين ولا سيما ما كنت حتى حتى موسير أنا ذاك وقلنا نجيبه هيئة اللي حبها بورجيبة وقتها سيعلي العقبي كان تسمعوش به كان شوري جيان من نوع رفيع في سوسا وكان أصحاب مع بورجيبة وكان ديم بورجيبة وقت اللي يمشي يجيب المستير يبعث له يصهر معه وهو اللي عمل عاملية والأثين لبورجيبة في سوسا وسميناه رئيس وحامض قروي فيس برزيدون ولا أهيئة اللي تعرفوها سيعلي العقبي مشكور قبل وحطيناه رئيس ومنهار تلي حطيناه رئيس باتفاق موسير نحضروا في حد الاجتماع أعطانا اسمه وعاولنا الذاك وعاولنا اللابس بيح حيث حافظنا على اللاعبين بتاعنا دعابنا الملعب السوسي ولعبنا وكانت الموسان دا ثم كيف رجعت النجم ربما نرجعون للموضوع ذا كيف رجعت النجم قعدت أنا في رئيسة عينوني الأخوة رئيس للنجم وقعدت في رئيسة الملعب السوسي اللي ترأسته واختني الملعبية بشاول مع الأخ مصفى مارة المرحوم مصفى مارة اللي كان كاتبعا قعدت كذلك رئيس بالنسبة للملعب السوسي باتفاق مع أنصار النجم باش نساعدوا الملعب السوسي باش ما ينهارش وقت دخل الملعبية وخارج الملعبية ساعدناه وعاولناه حتى باش نلقاه رئيس وموساعده وكنا دايما نتعامل عمل ممتاز مع المرحوم مصفى مارة بالنسبة للملعب السوسي أمام هذا الإجراء العقابي اضطر القائمون على أنشطة النجم حفاظا على الرصيد الفني والمعنوي لجمعيتهم إلى الانضمام بل الانسهار في الفريق الذي يعتبر أقرب إليهم جغرافيا ووجدانيا وهو الملعب السوسي الذي كان ينتمي بدوره إلى القسم الأول لعبنا عام كامل والملعب السوسي ضحه كثير ضحه بأولاده اللي له على البنك الاحتياط وصبحنا نلعبه تسعة من النجم الساحل الريهان كان صعب لأن شكون قال للي من نخرجوش في الربع نهاية في النفس النهاية شكون قال مش نلعبه النهاية وشكون قال الرئيس الحبيب بورجيبي يدخل للملعب ويسمع في الجمهور يغني باسم لتوال ويوجد تسعة من لاعبين لتوال نجم أمام لم يكن هذا الاختيار عفويا بل كانت دافع إليه رهانا طوال وهو الوصول إلى نهائي كأس تونس والوقوف أمام الرئيس لحبيب بورجيبة لتأكيد الوجه الآخر للاعبي النجم الساحلي الذين تألموا كثيرا لما حل بجمعيتهم لكنهم خاضوا في الملعب السوسي موسما حافلا بالتحديات والحماس والانتصارات وتحصلوا على المرتبة الثانية في البطولة وبلغوا الدور النهائي كاد الملعب السوسي في ذلك الموسم واحد وستين ثمين وستين كاد يحصل على البطولة وعلى الكأس مثلا في النهائي الكأس وقع كذلك تعادل وكذلك تعاد المباراة بعد مدة فكل فترة هذيك وقع الإعلان على كونه النجم الرياضي الساحلي معناها وقع العفو عليه معناها بشي نجم يلعب يرجع يلعب على روحه كما كان يظهر لي زادة بالنسبة للملعبية متاع النجمة اللي كانوا في الملعب السوسي ربما فرحوا ومعاتش معناها ربما مهتمين بالمباراة الثانية كما ينبغي معناها معاتش عندهم مكان يقولوا الكونسانتراسيون معاتوش يخموا في المباراة فقط موسيقى ولئن لم يفوزوا بالكأس التي ظفر بها أبناء الملعب التونسي فإنهم أقنعوا الجميع بحسن أدائهم وتم في غرة جوان 1962 العفو عن النجم الرياضي الساحلي موسيقى ولم تكتمل فرحة النجم الساحلي إذ فجعت الأوساط الرياضية في الساحل بوفاة اللاعب الموهوب محدين أحباشة ولما يتجاوز التاسعة عشر من عمره موسيقى موسيقى وفاة اللاعب موهي الدين أحباشة اللي كان عنصر ممتاز وكان اللي كان كتب له أن يعيش كان يكون من أحسن الملعبية لأن جبتهم تونس أخويا المرحوم أصغر مني بعامين يعني كانون دو هو كانون تكاتر قبل كان تعالى الليليت هذه كان جورج بيري إيراني في المجمرة الساحلي يختار بلعبية مينين معناها كمال الليليت اختار مياني اختار المرحوم بخويا اختار الهادي الساحلي محفوظ ولم يقول هاش مموه كنا نترانيو إيراني فينا في سوايا أخرى وحدي محيدين حباشة توفى عمره من 18 سنة 19 سنة معناها كان اللاعب نعتبره لما شفت أنا ما توجدش في تونس ويشهدوا بهذا الفنين متاع كورة القدم إلى حد وانا هوا نذكر لك مثلا درنوفاتس نهار نهار درنوفاتس نهار شف الفلوخ متاع النجم الرياضي الساحلي يلعبوا قال لي موسيو بوزافي جوور جون دي با كوما باشا جون خاتر ستة أوركلاس محيدين حباشة الله يرحم مي بونجور عثمان جنيح درنوفاك جمروا وفرخ صغير محيدين حباشة كان شيء معناها قد تعالي قد تعالي